ضمن حملات وقاية المجتمع من آفة تعاطي المخدرات نظمت إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة والنيابة العامة متمثلة في نيابة خرفكان الكلية محاضرة توعوية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرية وهدفت المحاضرة إلى توعية أفراد المجتمع بأضرار المخدرات وتوجيه الرأي العام إلى محاربة تعاطي المخدرات والمسكرات بجميع أنواعها وتوعية أولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم وتحصينهم من الوقوع في براثل المخدرات وإقناع ضحايا هذه الآفة بالتقدم للجهات الأمنية والعلاجية للتخلص من الإدمان ودعوة أفراد المجتمع إلى ضرورة الإبلاغ عن المتاجرين بهذه الآفة طبعا اليوم المحاضرة استهدفت الطلبة والطالبات اللي هم فئة الشباب اليوم نحن نواجب علينا أن نوعي هذه الطلبة لأن الواقع العملي فعلا شفنا ناس صغار يعني ما بقارب سن العشرين واثنين وعشرين فاقدين أو متعطشين للتوعية فاليوم الحمد لله وعينا هذه الناس ومستمرين في التوعية إن شاء الله سواء كان في حضورنا للجامعات أو مقار مدارس أو عن طريق البرامج تواصل له الزوم والأونلاين يعني للقاء المحاضرات جاءت هذه المحاضرة التوعوية لتثقيف وتوعية الطالب من حيث الخوف عليه في الوقوع بمثل هذه الأفعال المجرمة فهنا تعريف الطلاب وتعريف الأشخاص بهذا القانون وبهذه المواد والأفعال تقيهم مسألة الوقوع بمثل هذه الأمور